لكن حلقة النهاردة وهي رقم ربعمية وسبعين في تاريخ ملك وكتابة تحمل عنوانا مهما الأهلي بين جدارة التتويج وغرابة التشويش الأهلي حقق جدارة كاملة في التتويج ببطولة الدوري بعد أن ظنناه الكثيرون أنه صياهبط للدرجة الثانية وحتشوفوا كلام كتير في هذا السياق لكن الأهلي اللي كان متأخر باثناشر بونت هو الأهل الذي توجه بفارق 8 نقاط ظنناه يا صلى الله عليه وسلم يعني 20 موقع كاملة هو لم يظنه يومنا ولا كان ولا كان هو أراد أن ينكأ الجرح ويغيز جماهير الأهلي مش هكتر إنه ما يظن إيه درجة تانية إيه ده كل الأنزلية يتنزله الكل ينزله صحيح عشان كده زي ما أقول لكم هي حلقة مهمة جدا فيها هذه القراءة في كل ما مضى وتذكر انطلاق القناة وانطلاق البرنامج ومحاولة أيضا أن نحن نوصل مع حضراتكم للصورة اللي جاية نستشرفها تكون إزاي جدرة التتويج اللي أنا بقول لحضراتكم عليها اللي وصلت بالأهلي للحصول على لقب درع الدوري رقم 41 لقص ده مش بس محليا لكن لما يأتي هذا التقدير وهذه التهنئة من قبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إنفنتينو نبقى أمام حدث ذات قيمة إنفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أرسل برقية تهنئة إلى النادي الأهلي قال سعدت بتتويج النادي الأهلي ببطولة الدوري الممتاز 2018-2019 ويسعدني تهنئتكم باللقب الرابع لبطولة الدوري على التوالي وهذا بلا شك نتيجة مجهود عمل إنشاق وكل شخص مشترك يمكنه الفخر بهذا الإنجاز العظيم أكون شاكرا ده إنفنتينو أكون شاكرا بتوصيل تهنينة للعبين والمدير الفني والإدارة والجهاز الفني والطبي بأكمله بالإضافة إلى جماهير النادي الأهلي وبالنيابة عن مجتمع كرة القدم الدولي أنتهزوا هذه الفرصة لأشكر النادي الأهلي واتحادكم على نشر الرسالة الإيجابية لكرة القدم أهم جملة دي وتعزيز هذه اللعبة الجميلة التي توحدنا كلنا أو توحدنا جميعا أتطلع لرؤيتكم قريبا جياني إنفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم والشكر الخاص للأهلي على دعم الرسالة الإيجابية لكرة القدم بابش مونتس الرسالة مهمة فيها جملة مهمة يعني هو بيهنيني مش بس على الدوري ولكن على الرسالة الإيجابية التي يحملها ويقدمها النادي الأهلي لكرة القدم والرياضة وهو أهم ما يهم النادي الأهلي يعني دائما وأبدا انتصارنا الحقيقي هو غرس القيم والتمسك بسلوك القويم ونشر ثقافة الروح الرياضية الروح الفير بلاي اللعبة النظيم إن أنت وحتى فيه طلباتنا أنت عارف الاجتماع بتاعي يوم السابق كانت الأندية مجتمعة وكابتن ساد عبد الحفيز كان يمثل النادي الأهلي في هذا الاجتماع وكنت أتابع يعني عن كتب